كانت أخبار تمرينة الأهلي فرصة الحقيقة يمكن يعني في ظل غياب الدوليين سواء المحترفين المحليين أو الأجانب أنه يطلع عدد من اللعيب الناشئين نحن بكلم على العدد كبير هياخدوا فرصة يبص عليهم مستر موسماني هم نحن نسلمين من الفترة اللي جاية منهم من الناشئين يعني اللي شفتهم لغد بقتي شايف أنه هم فيه بوتانتش قوي فخري وعربي بدر وشادي رضوان يعني شايف أنه التلاتة دول عندهم فرصة كبيرة جدا نتمنى أنه هم يستغلوها طبعا أحسن استغلال نروح للمنتخب وحضراتكم عارفين طبعا خلاص يحن أيام بسيطة جدا ويدخل المنتخب الوطني في مباراتين مهمتين المباراة الأولى مع توجو هنا في القاهرة وبعد كده يوم 14 و17 إن شاء الله يسافروا ويلعبوا في لومي في توجو المباراة التانية مطشين بست نقط نتمنى وشايف أنه المنتخب الحقيقة فرصته كبيرة والأسماء اللي ضمها الكابتن حسام البدري بشكل نهائي القائمة النهائية يعني فيها أسماء محترمة جدا عندنا معالم أو شكل منتخب ممكن يستعيد هبة الكرة المصرية على المستوى الدولي مرة تانية القائمة النهائية بالمناسبة فيها في حرص المرمى محمد شناوي محمد أبو جبل ومحمد بسام معاهم محمد هاني ومحمود علاء ومحمود حمدي الوينشو وإحجازي وعلي جبر وآيمن أشرف محمد حمدي أحمد أبو الفتوح أحمد توفيق طارق حامد إنني حمدي فتحي عمر السلية وأحمد سيد زيزو ومعاهم كمان رمضان صبحي ومحمد مجدي أفشا ومحمود حسن تريزيجي وعبدالله السعيد وإلمو إن شاء الله محمد صلاح سيكون موجود مع المنتخب ومحمد مصطفى وأحمد حسن كوكا وحسام حسن وكمان النجم الصعد بسرعة الساروخ الحقيقة محمد شريف نتمنى له إن شاء الله مستقبل كبير في أربعة تم استبعادهم أو استبعادهم كابتل حسام يعني من قائمة منتخب أكرم توفيق وبالمناسبة أكرم توفيق خرج من المنتخب الأول راح على طول على المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر للإصابة أحمد أيمن منصور أيضا للإصابة وكمان من حراس المرمى المهدي سليمان حارس مرمى بكرة إن شاء الله يبتدي بقى المعسكر مولق لمنتخب مصر عشان يحضروا يجهز إن شاء الله لمطشين أو لست نقاط في منطقة الأهمية ومطشين أعتقد يحسموا المنافسة على صدارة المجموعة بشكل كبير كمان نروح لأكرم توفيق لعب الأهلي المعارف صفوف الجونة اللي هينضم للمنتخب الأولمبي بقيادة شوئي غريب بعد استبعاده من المنتخب الأول طبعا قبل مباراتي توجو بتصفيات أمم أفريقيا هيخود المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين يوم 12 و 17 نوفامبر الجاري ده قدام كوريا الجنوبية والبرازيل ضمن برنامج الإعداد طبعا لأولمبيا توكيو 2021 طبعا زي ما حضرتكم عارفين الأولمبيكس دي المفروض تتلعب في 2020 ولكن بسبب أحداث بورس كورونا اتأجلت ل 2021 ومهدش عارف ممكن تتأجل تاني ومهدش عارف